عمر كمال عبد الواحد بيصدم جمهير النادي الاهلي وخالد عبد الفتاح ومحمد شريف قالوا ايه عن نادي الزمالك؟ وعشر لعيبة راحلين عن نادي الزمالك؟ وبا terminology اصلم على النادي واعجب لايك اضاف juntage والشير والابطور للقناة. صدمت عمر كمال عبد الواحد للجمهير النادي الاهلي وايه السبب ان السوفقة ما تميتش لحد دلوقتي وال cruiseيد وانه اعلنش ليه لحد دلوقتي? في الروحة كده وبالهداوة انا هفهمها كالحكاية لان الحكاية فيها تفصيلة صغيرة محدش هلهلك قبل كده. كل الحكاية ان كل نادي في الدور المصري له سبع لعيبة يطلحهم اعارة. والنادي الاهلي عامل السبع اعارات. يعني فكرة ان صلاح محسن هيطلع اعارة في صفقة عمر كمان عبدالواحد دي اصلا مش يعني مش مقترحة من النادي الاهلي. او فكرة حتى احمد عبدالقادر او كريم ندفد. النادي الاهلي ما عندوش الفكرة دي او ما عندوش ده انه يعملهم مع صفقة عمر كمان عبدالواحد. ويمكن ده اللي معطل الصفقة. طيب النادي الاهلي بيحاول يعمل ايه? النادي الاهلي بيحاول يدفع فلوس. طيب فيوتشر مش عايز فلوس. فيوتشر عايز لعيبة من النادي الاهلي. طيب فيوتشر عايز مين? طبعا كلنا عارفين. خالد عفتاح. صلاح محسن. كريم ندفد. او احمد عبدالقادر. اي لعب من الاربعة دول يقدر يستغنى عنه من النادي الاهلي فيوتشر هياخدوا مكان عمر كمان عبدالواحد. طيب النادي الاهلي ما عندوش فكرة العارة زي ما قلت لك اقومش عن العارات مفولة عند النادي الاهلي. طب الاهلي بيحاول يعمل ايه? الاهلي بيحاول يطلع اللعبة دي بيع لفيوتشر مع حقية استرجاع اللعب بعد موسم او بعد ستة شهور. وهي دي النقطة اللي مأخرة صفقة عمر كمان عبدالواحد لحد دلوقت. عشر لعيبة ماشيين من نادي الزمالك. تعالي اقول لك عشر لعيبة ادارة نادي الزمالك حطيتهم على قايمة الرحلين وبتتفاعد مع الانديها ان ياخدوا اللعبة دي وياخدوا بدلها لعيبة او يدفعوا لهم فلوس. مين القايمة دي وفيها مفاجآت بصراحة وفيه لعيب او اتنين انت ممكن تتفاجر ان هم تحطوا في القايمة دي. هقول لك القايمة واحد واحد. هنبدأ بخط الدفاع الكابتن محمود علاء. ايوة الكابتن محمود علاء من قايمة الرحلين على نادي الزمالك. كابتن محمد عبدالغني. كابتن آآ محمد طارق لعب المنتخب الولمبي. كابتن سيد عبدالله نمار. كابتن مصطفى الزناري. كابتن عبدالله جمعة. الكابتن عمر السيسي. الكابتن ناصر مانسي. الكابتن ابراهيم نضاي. واخيرا سامسون. دي قايمة العشر لعيبة اللي هتمشي من نادي الزمالك رسميا لو اي نادي طلب لعب من اللعبة دي. او لو نادي الزمالك دخلهم في صفقات تبودلية. وفيه كمان لعب عرفنا ان هو داخل في الصفقة دي هو اللعب محمد عبدالغني. صفقة محمد عبدالغاني رايحة من نادي الزمالك نادي البنك الاغلي والزمالك هيستعيد اسامة فيصة. دي اول اللعبة اللي مشت من نادي الزمالك رسميا في شهر ياناي. كابتن كربة عبدالفتاح قال لي عن نادي الزمالك مزع الجمالي نادي الاهلي. وإله قاله محمد شريف عن نادي الزمالك مفرح جمالي نادي الاهلي. في الروحة كده هفهمك اللي حصل وعرفها كونما لvantين قالو ايه؟ وجمالي نادي نادي الاهلي وزعلنا من ده ليه? وفرحانة من ده ليه? النادي الاهلي وجميل النادي الاهلي ما بيحبوش اي لعب في الاعلام يطلع يقول انه لو مشي بالنادي الاهلي هروح لنادي الزمالك. والعكس صحيح. كابتن خارج عبدالفتاح مع الكابتن احمد شوبير طلع وقال ان لو النادي الاهلي استغنى عني انا لعب محترف ومعنديش مشكلة لنلعب في نادي الزمالك. يا كابتن شوبير قرر عليه السؤال وقال له انت فعلا اللعب محترف بس هتعمل كده. قال له طبعا انا صارح معك يا كابتن شوبير. وده اللي زعل كل جميل النادي الاهلي. شفنا النهاردة بقى الكابتن محمد شريف مع الكابتن ويبعد الاهدي. قال له هتلعب في نادي الزمالك لو نادي الاهلي استغنى عنك. قال له رد قاطع كده. لا يا كابتن. انا مش هلعب في نادي الزمالك لاني بحب جميل النادي الاهلي. مش عايز الجميل تزعل مني لاني عملت معهم حاجات كديرة كويسة. هو ده اللي فرح جميل النادي الاهلي. هو ده كان سبب مشكلة جميل النادي الاهلي مع خلال عبدالفتاح لانه قال انه ممكن يلعب في نادي الزمالك. دي كانت اخبار النهاردة واتمنى من الناس كلها تعمل لي لايك وتعمل لي شير وتعمل لي سبسكرايب للقناة.